عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي اجتماعه الاول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية وعرب الرئيس العليمي عن عمله في ان تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس الرئاسي وان يكون اعضاؤها الذين يمتلكون تجاربا في العمل السياسي والاداري عند مستوى المسئولية وجدد العليمي التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة وطمأن الحاضرين بان مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد وقال الرئيس مجلس القيادة ان الشعب اليمن يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من اجل مساعدة مجلس القيادة وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب وما يتطلع اليه من خير ونماء وسلام ترجمة نانسي قنقر